نابط الاندية اوقعت بعض العقوبات النهاردة بالنسبة للجولة الاربعتاشر في الدوري المصري الممتاز وتحديدا في مباراة سموحة ومودرن فيوتشر قراره التالي اقاف محمد المغربي لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على انذارين في نفس المباراة اقاف محمود احمد محمود رز لاعب فريق مودرن فيوتشر مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة اقاف محمد صديق مدرب فريق مودرن فيوتشر مباراة وتغريمه 20 الف جنيه وذلك لما بدر منه مع مراكب المباراة من السلوك غير رياضي ليه؟ توقيع اغرامة مالية على فريق مودرن فيوتشر قيمتها 25 الف جنيه وذلك لقيام هيسم عرابي المدير التنفيذي للنادي بدخول الممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على الحكم مباراة فاركو والبنك الاهل المباراة المقدمة من الجولة الستاشر اقاف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الاهل المباراة واحدة وتغريمه 20 الف جنيه وذلك بسبب الطرد بعد النزول وملعب المباراة للاعتراض على الحكم بجانب تغريمه 100 الف جنيه بسبب تحريده على اللاعبين للانسحاب من المباراة تغريم نادي البنك الاهل 20 الف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعة من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة كتير والله لسه بدري لسه بدري على الدوشة دي ماشي اشتركوا في القناة